التطرف استقر لأن الجمهورية استقالت من مناطق تواجه ضغوطات واليوم نحن نعد بسياسة متكاملة لمكافحة التطرف ومجبهة أي عمل إرهابي يواجه فرنسا هكذا تحدث رئيس إمانويل ماكهون عن تحديات فرنسا في مكافحة الإرهاب خطاب فصله من قبله المدير العام للأمن الداخلي لغانونيز الذي أكد أهمية التصدي لداعش وبياقضة أكبر فبالرغم من إضعافه في مناطق التوتر يبقى داعش خطرا وملهما للعددين للقيام بعمليات تهدد أمننا كما قال إضعاف داعش في مناطق التوتر سيترجم حتما بتوزيع الإرهابيين الذين سيستمرون في الترويج لأعمالهم والانتشار على أراضينا وبالتالي يجب أن نكون يقضين لغانونيز تحدث بالأرقام عن أكثر من 18 ألف شخص مسجلين على قائمة المتهمين بالتطرف العدد في الزياد ومن بينهم أربعة ألاف وصفهم بالخطيرين يخضعون للمراقبة الشديدة من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية هذا مخزون ضخم فإذا يكفي أن تدعو داعش لضرب فرنسا حتى تجد أذان ساغية لدى هذا المخزون الضخم من الأشخاص الذين رصدتهم أجهزة الاستخبارات ضرب التنظيم في معاقلة الرئيسية يدفع إلى أن يسرع أو يكثر من العمليات الخارجية حتى يوحي بأنه مزال قادرا على أن يكون مؤذيا وضع داخلي مرتبط بما تشهده المنطقة أثر على مزاج الفرنسيين وفتح الباب لتساؤلاتهم أنا أنتظر حضورا أمنيا من حولنا أصبحنا أكثر وعيا بأن الخطر قائم إذن عن التطرف والإرهاب والعلاقة بين ما يحدث في مناطق التوتر بما يحدث في الداخل الفرنسي هكذا تحدث الفرنسيون في انتظار الكشف عن خطة أمنية جديدة تكلم عنها الرئيس مانويل مكرون والكشف عن تفاصيلها قادما ريمبو جامرة العربية باريس